أكد سفير دولة الكويت بالخاهرة غانم الغانم أن مصر والكويت يجمعهما عمق الروابط والعلاقات الأخوية والاستراتيجية وهو ما يؤكده التاريخ الممتد من التعاون على كافة الأصعيدة ويشهد هذا التعاون نمواً مضطرداً وازدهاراً بالتوازي مع زيادة متانة العلاقات بين البلدين تصرحات السفير الكويتي جاءت خلال كلمته في احتفالية العيد الوطني الثالث والستين للكويت والعيد الثالث والثلاثين للتحرير التي أقامتها سفارة الكويت بالقاهرة طبعاً كل يوم العلاقة هذه تتشعب وتتجذر علاقاتنا نحن الرؤى متطابقة بين قيادتي وحكومتي البلدين الشغيغين مصر لها وقفات مضيئة مع الكويت الكويت كذلك لها وقفات مضيئة مع مصر هناك محطات هامة مرت على البلدين شهدت خلالها علاقاتهم تطور ونمو يعني يهتدى في بين الدول يعني علاقات الكويتية المصرية علاقات متميزة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى لا شك هناك تنسيق عالي المستوى بين دولة الكويت وجمهورية مصر على مستوى وإطار جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك من أجل رفعة وتحصين جامعة الدول العربية التي هي اليوم هي المظلة الرئيسية لكافة دولنا العربية لا شك أن اليوم هذه الجامعة قادرة على أن تقوم بتحصين المنطقة العربية من الكثير من المتغيرات والتطورات والأحداث التي نشهدها في العالم الخارجي